موسيقى وفي تحركات الأسواق العالمية نتحدث أكثر عنها من عمان ينضم إلينا سيد ساركيس نزار وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب أهلا بك ساركيس معنا بداية نحدث عن افتتاحية جرسة اليوم سواء في وولستريت وكذلك المؤشرات الأوروبية التي بدأت بالدوران ونشهد بعد الارتفاع الإيجابي بداية إيجابية بالنسبة للمؤشرات ماذا نتوقع مع نهاية الجرسة كذلك تليها بعد قليل وولستريت تحديدا الارتياح اليوم يكون في ظل الانتخابات التي تترقبها ألمانيا وارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى العديد من المحفزات تدفع مؤشرات الأسهم في الارتفاع من بداية تداولات هذا الأسبوع وأذكر هنا انخفاض قلق المتداولين من احتمالية تعثر شركة إيفرغراند هذا كله اجتمع من أجل دفع مؤشرات الأسهم إن كان فيه عديد من مؤشرات الأسيوية ومؤشرات أوروبا وأيضا أتوقع أن تشهد مؤشرات الأمريكية هذا اليوم ارتفاع لكن هناك موضوع مهم وهي عودة المخاوف من ارتفاع التضخم بفعل الارتفاع الذي يشهده سعر النفط الآن ارتفاع أسعار النفط يحفز توقعات ارتفاع التضخم المستقبلي وهذا أيضا ما يجعل التوقعات المستقبلية لعوائد السندات بتعديلها بمعامل التضخم تعود للسلبية من جديد وبالتالي يتوجه مدير المحافظ للبحث عن استثمارات أخرى داعمة لاستثماراتهم من غير السندات ومن غير الأصول ثابتة العائد وهنا تستفيد أسواق الأسهم أيضا هناك موضوع مهم جدا وهو أن العديد من البنوك المركزية ربما ستستمر لبعض الوقت في سياساتها التحفزية ورغم أن الفدرال الأمريكي قد يقوم برفع الفائدة عام 2022 ومثله بعض البنوك الأخرى لكن بشكل عام تبقى سياسات البنوك المركزية التحفزية وهذا بحد ذاته داعم للارتفاع الذي يحصل حاليا في أسواق الأسهم والذي ربما سيستمر على مدار هذا اليوم طيب ساركيز أنت حدثنا عن أسعار النفط أنت ذكرتها بالنسبة لتحليلاتك كنا شهدنا ارتفاعات نقترب من 80 دولار للبرميل توقعاتنا يعني في ظل ربما الشحى المعروض خلال هذه الفترة تحديدا والطلب تحديدا مع دخول بالنسبة لفصل الخريف وكذلك الشتاء هل نتوقع مزيد من الارتفاع ووصول إلى مستويات 90 دولار مثل ما كان متوقعا خلال فترة الماضية بالفعل هناك احتماليات جيدة بأن نشهد المزيد من الارتفاع في أسعار النفط رغم عدم استبعاد لحالات من التدبذب خصوصا مع الافتتاح الذي حصل اليوم بفجوة سعرية في عديد من البورصات بشكل عام كان تقييم الطلب العالمي على النفط بأخذ متغير انتشار فيروس دلتا من متحور كورونا بأن هذا الفيروس سيؤثر لفترة طويلة من الزمن لكن عدنا لنشهد انخفاض في متوسط عدد الإصابات اليومي كمتوسط سبع أيام حتى أن شهدنا متوسط سبع أيام عادة لأدنى مشتوى منذ شهر يوليو الماضي هذا كله أيضا يحفز توقعات في تعافي الطلب العالمي كل من ساكسي توقع وصول أسعار النفط لمستويات حول 90 دولار مع اقترابنا من نهاية هذه السنة هذا كله بالفعل داعم لأسعار النفط خصوصا مع رؤيتنا للمخزون الأمريكي عند 414 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ عام 2018 هذا يدل إلى سحب مستمر من هذه المخزونات وأيضا هناك توقعات جديدة تشير إلى احتمالية أن يتعافى الطلب العالمي على النفط لمستويات ما قبل جائحة كورونا خلال بداية العام المقبل وليس بعد منتصف العام المقبل هذا أيضا محفز للارتفاع لكن هناك نظرة يجب أن أشير لها بأن أوبيك وحلفائها يقومون برفع تدريجي بالإنتاج مقداره 400 ألف برميل للإنتاج اليومي على شكل شهري هذا الرفع بالإنتاج إن تم تعديله إيجابا وارتأت أوبيك بأن الارتفاع السريع في الأسعار قد يضر في وثيرة التعافي الاغتصادي العالمي فهذا قد يكون سبب لطباطه في الاتجاهات الصاعدة لكن إن أبقى أوبيك على اتفاقاتها بهذا الرفع التدريجي والذي أصبح يعتبر الآن قليلا فقد يستمر سعر النفط بالارتفاع بالفعل لمستويات التسعين وربما أكثر من تسعين دولار خلال العام المقبل نعم طيب نتحدث عن ذهب التحركات عليه ربما شاهدنا مؤخرا بعد الحركة الهادئة أسبوع الماضي على الرغم من الارتفاعات القوية التي كانت على الدولار ولكن انتحدثنا على مدى الشهر وتفصلنا قرابة أسبوع فقط على نهاية شهر سبتمبر شاهدنا بعض التراجعات نوعا ما كانت يعني مرتفعة ثلاثة في المئة ربما انتحدثنا عن أساسيات الذهب لهذه الفترة والتحركات عليه ماذا نتوقع؟ الآن بالنسبة للذهب هو يتأثر بالارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية فأحد المؤثرات الأساسية في أسعار الذهب هو حركة سعر الدولار الأمريكي في الأسواق وهذا لأن الذهب بحد ذاته مقيم على الغلب في الأسواق المالية العالمية بالدولار الأمريكي هناك بعض الظروف التي ضغطت أيضا على الذهب وجعلت أي محاولة ارتفاع محدودة نسبيا وهي أن التوقعات المستقبلية للتضخم تشير إلى احتمالية الانخفاض لكن هذا اليوم تحديدا لو لاحظنا مع الارتفاع الكبير بأسعار النفط عادت أسعار الذهب لتحاول مرة أخرى الارتفاع لكن أيضا الارتفاعات في أسعار الذهب ما تزال محدودة لأن هناك موضوع سياسات البنوك المركزية المتوقعة وليست الحالية الفدرال الأمريكي بنك إنجلترا المركزي وبنك أيضا كندا المركزي كلها تتوجه لاحتمالية تقليص برامج التحفيز ربما رفع فائدة خلال العام المقبل في كل هذه البنوك التي ذكرت فرغم أن بعض البنوك الأخرى ستستمر بسياسات التحفيزية لكن أيضا هذه البنوك الكبرى عندما تقوم بتقليص تحفيزاتها قد تضغط أيضا على أسعار الذهب نعم أنا شكرا كياسر كيس نزر وأنت محل الأسواق العقيمية في مجموعة إكويتي جروب شكرا على المشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا على المشاهدة